طيب نروح بقى للمتعة للمتعة الناس اللي وقدت توكيل المتعة في كرة القدم الناس اللي معاهم طول الوقت انت سعيد ومبسوط وفرحان عمرك ما تحس انه هما ما عندهمش نجوم ولا مهاريين الناس اللي قدامك دول جمهور البرازيل يا بختهم بمنتخبهم يا فرحتهم بمنتخبهم يا سعادتهم بمنتخبهم منتخب البرازيلي كله نجوم بنسيوس نجم نيمار طبعا نجم رافينيا نجم ريتشالدسون نجم كاسيميرو نجم تيجو سيلفا نجم كبير ماركنيوس نجم كبير ميليتاو النهارده اللي عمل اداء رائع جدا في اليمين نجم كبير دانيالفش طبعا اسطورة دانيالو نجم كبير انت بتتكلم في تشكيلة مليانة نجوم مليانة نجوم ايه ده طبعا نسيت أليسون كمان ايه نهارا بيض أليسون عمل مباراة محترمة جدا نهارده جات له تلت اربع كورات شالهم طبعا الجول يدخل من كوريا كان جول لا يصد ويارد بس التلت اربع كورات اللي قولهم اوجم لأليسون أليسون بيكر تصدى اليوم بشكل رائع بس أليسون الدكة بتاعته كمان ايه درسون نهارده الحارس التالت كمان بيلعب قيمة البرازيل كلها في هذه البطولة لعبت 26 لعب لعبه البرازيل حتى هذه اللحظة بتلعب مباريات ودية مش ببالغ مش بقابورة يعني حتى المباريات اللي خستتها قدام الكاميرون كان بيلعبوا بالدكة ليه صعبة بس حتى المباريات كنتش مهتمين بيها مش بقابل من فوس الكاميرون بس البرازيل لحد دلوقتي ما دخلتش البطولة لسه ما فيش منافس معرفش لحد اخر البطولة من لها هينافس البرازيل يعني طبعا فرنسا قوة جاشمة كوراتس مش تبقى سهل اولا كان برضو الامور سهل للبرازيل بس البرازيل غالبا لحد ما توصل للسي بي فاينل هيبتلعب مباريات وداية بسبب قوة المنتخب ده النهاردة البرازيل في نص ساعة أولى مرعبة يا جماعة مرعبة انا بقعد اتخيل لو انا راجل مدافع مسا مباريات قدام المنتخب البرازيل ياما تحياتخده والله لما ايجي عليه بكيتا ده اللي كان قدامك لا يا بو استهام انت بتتكلم اصلا منتخب كله نجوم كلهم حريفة كلهم لعيبة لعدة في الاول النهاردة اللي جابوا في نيسيوس في الديئة سبعة هدف في حرفانها كبيرة ويجمع اربع خمس لعيبة مع حارس المرمى وركن الكورة على اليمين نمار اللي بيرجع تاني يشارك مع المنتخب البرازيل بعد ما غاب بسبب الاساوة بيسجل هدف التاني من ضربة جزاء حتى ضربة الجزاء اتشاطت حلو يعني حتى ضربة الجزاء اللي اتشاطت فيها مهارة كبيرة قاعد الحارس بتاع كوريا يترقص يمينا يسارا وفي الاخر حط قالوا وسبتوا وان كان حارس كوليا الجنومية النهاردة عمل مباراة تاريخية بيلع في الشباب السعودي زي ما قلت لحضراتكم عمل مباراة تاريخية احلى اهداف اليوم بقى كان الهدف اللي جابوا ريتشالسون في ديئة تسعة وعشرين يا لهو على جمال الهدف بص بق اللي ما شافش المباراة انا هحاول اوصف لك اللي حصل ريتشالسون عند منطقة الجزاء قاعد ينطق الكورة بدماغه مش برجله بينطقها بدماغه تاك 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 كده بدماغه تمام وبعد كده سلم الكورة لفنسيوس رح يفنسيوس اداها لتيجو سيلفا كان ريتشالسون خدم ساحة قدام الجون رح تيجو سيلفا ادا له سروح حلو اوي المدافع تيجو سيلفا المدافع الحريف برضو كل اللي عيب عندهم حضيف حتى حريص المربع تيجو سيلفا راحت ده شروح حلوة أوريس شالسون استلم الكرة بهدوء قوي ركنها بهدوء قوي كل حاجة سهلة في الكرة حرفانة مبالغ فيها مبالغ فيها بصراحة منتخب حلوة حلاوة ممتعة يعني ممتعة بكيتا سجل الهدف الأخير للبرازيل في الديئة 36 36 كانوا البرازيل خلصت على كرواتها 36 دقيقة خلصت على كرواتها واربع أهداف وبعد كده كوريا بيك سونج هو سجل هدف الوحيد للمنتخب الكوري في الديئة 76 بتزديدة رائعة جدا على يسار الحارس أليسون بيكر عشان تنتهي المبرار بقى واحد وكان فيها بقى فرص بالجملة للبرازيل تحديدا وكان فيه فرصتين ثلاثة للمنتخب الكوري بس البرازيل ضيعت كتير قوي بفضل حارس المنتخب الكوري